وينضم إلينا مباشرة من أربيل رئيس حزب الأمة سيد مثال الألوسي سيد مثال مرحبا بك شكرا لقبول الدعوة أود أن أخذ رأيك بزيارة قآني وهل استطاع لملمة شتات البيت الشيعي واتخاذ موقف محدد تجاه الزرفي برأيك تحية لك والمشاهدين الكرام زيارة المطلوب دوليا العميد قاقاني تأتي نتيجة تفكك البيت حلفاء إيران والبيت الإيراني في العراق تحديدا بعد مقتل قاسم سليماني نحن نلاحظ هروب واضح جماعة مختبئين في جحور هنا وهناك وبالتالي هناك خلافات وهناك أيضا خلافات واضحة للحصول على الكعكة الكبيرة والوزارات الغنية والأموال الطائلة الجماعة تعلموا أن العراق ملكا لهم وبالتالي قاقاني يحاول لملمة شتات العصابات المختلفة والمتناحرة الإيرانية تحت مسمى الميليشيات في العراق يحاول لملمة هذه العصابات الخارجة عن القانون وبالتالي أنا لا أعتقد أنه سيوفق في هذا الأمر لأن الخلافات الداخلية أكبر ويحاول أن يلملمهم من أجل هدف واضح وهو القيام بأعمال إرهابية كبيرة وسلسلة من أعمال إرهابية في العراق والمنطقة طيب استاذ مثال هناك من يرى أن الإيرانيين معرفون أنهم يقولون شيء ويضبرون شيء آخر وفي العلن يرفضون وفي السر يوافقون ربما هل تتفق مع هذا الطرح؟ يعني هم بالتأكيد حضارة عريقة لكن بغض النظر عن هذه الحضارة العريقة النظام الإيراني هو النظام المحتال لا يعتمد على الحضارة الإيرانية العريقة وأدابها وما نعرفه عن إيران الكبير لكن واقع الحال التحايل الإيراني مستمر طريف يتحدث بلغة الدبلوماسية اللطيفة وابتسامة الأطفال والثاني يتحدث بلغة التهديد والابتزاز ومنظماتهم في حزب الله في لبنان تتحدث بلغات مبطنة أيضا هذا اللعب الإيراني كله أنا أعتقد لن أمر الآن بعد أن فضح هذا الموقف أمام المواطن العراقي وأصبح المواطن العراقي يشخص حالة الخلف أستاذ مثال نعم لكن واقع الحال الميليشيات هي السبب الأساسي هو بأوامر إيرانية أنا أعتقد أن الزرفي أنا لم أكن في يوم من الأيام من داعمين الزرفي لكن من تحترض عليه إيران نريده وكل ما تريده إيران سنحترض عليه في العراق لأن لدينا تجربة مريرة مع النظام الإيراني والتمدد الإرهابي في العراق أيضا على الجانب الآخر تحارف الفتح يهدد بكشف المستور إذا لم يسحب رئيس الجمهورية برهم صالح تكليفه للزرفي أولا ما المقصود بها؟ هل هو ابتزاز؟ ثانيا هل قانونيا يجوز لرئيس الجمهورية سحب التكليف؟ يعني بحسب خبرتك التكليف هو دستوري ضمن السياقات الدستورية قد لا تعجبني هذه السياقات هذا أمر آخر وشيء محزن أن أرى ما يسمى بكتلة كبرى في البرلمان العراقي تتحدث لغة الابتزاز والتهديد لرئيس الجمهورية أي أنك رئيس الجمهورية إذا كنا نختلف معه أو نلتقي معه وهنا يبدو الأمر أكثر وضوحا أن خطورة هؤلاء وخطورة هذه اللغة تؤيد أنهم ليسوا ببنات دولة وهم لا يريدون الاستقرار للدولة العراقية طيب إذا عدتكم اعتراض لا بس ليكون هذا الاعتراض في مجلس النواب على الحكومة أو على هذا الوزير أو تكليف ذاك الوزير هذه لغة البلطجة ولغة الإرهاب ولو الأذرع والإفتزاز لا يمكن أن تكون لغة دخيلة من خارج الحدود وتصاعدت مع وجود المطلوب دولياً الإرهابي قآني ماذا يعني لو لم يمنح الزور في الثقة في قبة البرلمان؟ أولاً من هو البديل؟ ثانياً إلى أين نذهب؟ ما هو السيناريو المتوقع؟ أستاذ مثال يعني الموجود حالياً هي حكومة تصريف العمال أو ما يسمى بتصريف العمال حكومة عادل عبد المهدي التي تتحدث عن الطرف الثالث ولا تعرفتها للمواطنين أكثر من ألف ونهيك عن آلاف من المختطفين والمعتقلين هذه الحكومة الإيرانية للحرس الثوري الإيراني ستستمر وستطلق اليد الكاملة للميليشيات في سرقة المال العام وتوحيل النظام وحزب الله في ربما نحن نريد الحكومة أي أن كان شكل هذه الحكومة حتى لو كانت لا تمثل الطموح لأننا نريد أن نبدأ بداية جديدة ولا نريد لغة الابتزاز والبلطجة والخارجين على القانون والإرهابيين مما ارتدى الثوب البرلماني والسياسي العراقي والعراق بريء من هؤلاء بالحديث عن لغة البلطجة التي أشرت إليها والابتزاز هناك أيضاً مجامية مسلحة خرجت بفيديوهات تهدد تقول أننا نتعرض هل تسمعوني؟ ألو؟ تسمعني؟ ألو؟ تسمعني سيد ميثال؟ نعم نعم بالحديث عن لغة الابتزاز والتهديدات بعض المجاميع بدأت الآن تروج للسيناريو أنها ستتعرض للقصف أو للضرب بقواعدها وبالتالي روجت لهذا السيناريو وبدأت بالتهديد للجانب قوات التحالف الدولي إلى أين تريد هذه المجاميع أن تجر العراق؟ خصوصاً هناك سياسيين يتحدثون أنه نحن نريد أن نجر العراق لساحة حرب نحن نريد أن نخلي العراق يكون جهة تتصارع بها جهات دولية أو ساحة تتصارع الجهات الدولية ما رأيك سيد ميثال؟ نحن رجال العراق ونحن أبناء الأرض ونحن نعلم كيف تقوم هذه الميليشيات بنجل صواريخها وشراء المرتزقة وتجنيد الشباب بحقه إلى المال وتجنيدهم تحت حجة هذه وأخرى ونحن نعلم بعدد الضباط عدد كبير من ضباط الحرس الثوري الإيراني موجودين في جرف الصخر وموجودين في أماكن أخرى ونحن نعلم أنه في جرف الصخر تحديدا هناك شبكة من التجسس على السفارات وعلى الهيئات الدبلوماسية لكن أيضا تجسس على السياسيين البرلمانيين وعلى الرئاسات ويبدو أن هذا ما يسمى بالابتزاز والتهديد أنهم يتجسسون على كل سياسي في كل جلسة في كل مكان ويحاولون ابتزاز الدولة العراقية هذه الميليشيات هي ليست عراقية وليس لديها قرار ذاتي هم يستلموا الأوامر من خارج إيران وإيران تريد أن تقاتل كما فعلتها سابقا تقاتل بالجسد العراقي بالاسم العراقي بأبناء العراق وبالدولة العراقية تقاتل أمريكا وغيرها من أجل الحصول على مكاسب إقليمية تمددية توسعية مرفوضة إقليميا ودوليا وإنسانيا وبالتالي الميليشيات هي التي تريد أن تجر العراق إلى هذا الصراع العسكري والولايات المتحدة الأمريكية الآن في موقف حرج وحقيقة يحاولون أن يضعون الرئيس ترامب في أيام الانتخابية في زاوية حرجة في توافق غريب بين إيران وحلفاء إيران وأعداء ترامب في العراق والمنطقة وأنا لست من أنصار ترامب الرجال الأمريكي وإحنا عراقيين لكن هذا اللعب الإيراني والتدخل في الانتخابات الأمريكية عمل خطير على السياسة الدولية وبالتالي آن الأوان لأمريكا أن تضع حد لهذا التدخل بباشرة من أربيل رئيس حزب الأمة مثال ألوسي شكرا جزيلا لك سيد مثال والحديث بقي إن شاء الله شكرا